بحثت مصر والاتحاد الأوروبي سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري ومفوضية الطاقة الأوروبية وخلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر مع مفوضة الطاقة الأوروبية وسفيرة الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون الوزير أشار إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة لزيادة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالي 10 ألاف ميجاوات في عام 2023